موسيقى موسيقى الإنعاء الأولى في تونس كيف سي رفيق؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا مش نبدأ معك بسؤال اقتصادي سي رفيق بعد إذن قبل ما ندخل في الحوار السياسي سؤال في الاقتصاد مع اللي يا سيد سؤال مع الآربي روسال مؤسس تونس تعاني من انكماش تاريخي في النمو الاقتصادي تطرح اليوم قدام رئيس الحكومة هشام المشيشي واللي نيل في قدكم في مجلس نواب الشعب تطرح قدامه والتحديات كبيرة خاصة الاصلحات الكبرى اللي تعتبر من أبرز الشروط اللي لازم تتوفر قبل الدخول في مفاوضات مع شركاء تونس الماليين خاصة صندوق النقد الدولي كيفش تتعاملوا مع الحكومة في إدارة الاصلحات بشكل فعلي بعد فشل الحكومة السابقة في تنفيذها شو فيها أزمة عالمية طبعا مش أزمة خس تونس فقط يعني حتى أن كثير من الخبراء يتحدثوا على عالم ما قبل كورونا وما بعد كورونا اقتصادية دولية كبرى معناها تواجه فين كيماش معناها بعض الدول يوصل إلى 11 حتى 12% أحنا جوزء من هذه الحالة جوزء من هذه الظاهرة العامة أحنا أصلا نعاني من صعوبات اقتصادية قبل الأزمة الصحية للأخيرة أزمة كوفيد 19 ولان ربما بشتتعمق أكثر بعض التقديرات تراوح ربما نسبة الموت تنزل حتى أقل من 10% نسبة الميطالة بشتوصل 20% يوم المرة كانت في حدود 15 ربما تقفز 20% شنو المطلوب؟ المطلوب تقديري ما فيش يغموذ كبير برشة حكومات المتعاقبة عندها قدر منه وضوح في الرؤية اللي ينقصنا هو الإنجاز والتنفيذ وثيقة كرتاج واحد وكرتاج اثنين إذا كانت تعدنا شوي واجاوزنا البعد السياسي واللي كان حوله جدل سياسي المشروع الاقتصادي والبرنامج الاقتصادي الاجتماعي التاني ومتفق حوله إصلاحات الكبرى واضح تبدأ ببرنامج عمل بسيط متدرج عن إصلاح المؤسسات العمومية هذه ذات أولوية معنا قاعدة تستنزف الكثير من موارد الدولة ويبدو لي فيما وضوح في التمشي أيضا وفي قدر من الاتفاق مع الأطراف الاجتماعية شنية المؤسسات اللي نبدأوا بها نسبيا كان فيما اتفاق مسألة إصلاح المنظومة الإدارية والتشريعية نعانيه من ثقل المتاع بيروقراطية قاعد يأثر على أداء الاقتصادي والاجتماعية تشوف عينة من العينات الجامعة الألمانية اللي كان مطروح أن تنطلق في تونس أو ينطلق بعثها في تونس تعثرت التصريحات الرسمية نشوف فيها بما في ذلك مسؤولين توازن سابقين يقول لك بسبب المنظومة الإدارية بسبب ثقل البيروقراطية فهما مجموعة من المفاتيح الأساسية طبعا الموضوع هذا متشاعب فيما يتعلق بتفعيل الصناعة وتفعيل الفلاحة وغير وغير من القطاعات الأخرى والموازنات المالية الخلل في الموازنات المالية نعانيهم هن ديفيسيت قاعدين الساهل أكثر من اللي ننجو الآن الاقتصادية لحد دان ما تحركتش عن قطاعات حيوية نسندو الحكومة من خلال دعم إذا دخلت في الإصلاحات هذو إحنا مساندينها مدام ما شيء هي طرحت برنامج معروف حكومة السيد المشيشي ونحن متفقين معها في هذا البرنامج ونسندها مدامة ملتزمة بتطبيق هذا البرنامج اللي من بينه البدا بإصلاح المؤسسات العمومية تفعيل الاستثمار الداخلي والاستثمار الخارجي العمل على تعافية أيضا السياحة باعتبارها مورد من المورد الأساسية إصلاح المنظومة الإدارية إصلاح المنظومة التشريعية العودة القطاعات الحيوية معناه كما قطاع كما الفصفات تقريب كان يدخل في ألف مليار مليار دينار لخزينة الدولة لأول مرة نصل مرحلة الاستيراد فواضح الخارطة التمشي واضح ولكن كيف يتم التنفيذ والإنجاز هذا هو الإشكال ترافيق عبدالسلام خيادي في حركة النهضة ما الذي تعيش حركة النهضة الآن مخاد معركة معركة إقصاء شنو توصفها النهضة تعيش حركية داخلية عادية عادية جدا بالعكس مرهد مظاهر الديمقراطية فما نقاش داخلي فما حوار داخلي مش المرة الأولى ولن تكون المرة الأخيرة أيضا فيها مقاربات مختلفة نحن ماشي للمؤتمر تشكلت لجنة مضمونية تم إفراز لجنة مضمونية ولجنة إعداد مادي وهذا جوز من الحالة الديمقراطية الديناميكية الداخلية الحركية الداخلية لتعيش على حركة النهضة سمي تديره مش تمر بمحلة صعبة صعبة بمعنى أنه انتقال للنمو والتطور ما فامش نمو والتطور كما في العلوم كما شسمه يتحدث عن البرادايم مش تمر من برادايم من منظومة إلى منظومة أخرى لابد تقع فيها شيء من الاهتزازات والارتجاجات نفس الشيء ما في ذلك الظواهر السياسية والاجتماعية التحول يمر ببعض المخاض وببعض الصحوبات في بعض الحيان لكن تقديري هذا جزء من الحالة الديمقراطية جزء من الديناميكية الداخلية اللي تعيش على حركة النهضة لأن النهضة انتقلت من وضع إلى وضع من وضع حزب معارضة جذرية في مواجهة نظام شمولي إلى حزب يتحمل مسؤولية في إدارة الشأن العام ونحن فاعلين سياسي نتأثر بالوضع نحن هأخذا وعطان فاق تقديري هذا مظهر مظاهر حيوية حركة النهضة باعتبارها نحن هجوز من النسيج السياسي الوطن زوز رسالة ورد على رسالة رسالة أولى ما سميت الآن صحفيا برسالة المئة بين مخاطر التمديد وفرص التداول وبين أصحابها الموقعين عليها في شروط التداول في أنه تعتبر خرق للقانون في صورة إعادة ترشح رسالة الغنوشي لرئاسة ثالثة أو مدة رئاسية ثالثة خلافا الفصل 31 ويقول وراها هذه مسألة المؤتمر سيد نفسه هي حجة يرد بها باطل تأتي أو يصدر رد آخر تكتب قناة أو موقع الجزيرة دوتنات يقول رد الغنوشي لم يتأخر كثيرا وصحف تونسي أيضا تكتب رد الغنوشي في رسالة مطولة متفاجئا بمعنى الرسالة المئة وقال فيها ما قيلتون جوهم بعد قليل كانت تسمح وبعض الصحف اللي ممكن كانت أكثر حذرا تقول نسبة إلى رشد الغنوشي الرسالة هذه هل أنه رسالة الزعيم وليس الرئيس ورسالة الجلد الخشن هي رسالة رشد الغنوشي يعني أنا شخصيا شكا كانت تكون رسالة الغنوشي شفت رسالة هذه تم تداولها في بعض المواقع والصفحات الداخلية لكن اتفجأت أنه أصبحت موضوع تداول في الإعلام كان يمكن لو تم تكذيب من يوم أمس لم يستطيع لكن الحكم لأنه كان فيما تداول داخلي الآن والحال اللي خرجت للساحة الوطنية تقديري سيتم تكذيبه لأنه من خلال الحدث وقراءتي البسيطة واقترابي من السيد راشد الغنوشي يعني أنا نعرفه عن قرب ماهيش لغته وماهيش أسلوبه أنا أشكك أن الرسالة هذه تكون يكون كتابة للسيد راشد الغنوشي هذا أنه الزعيماء عندهم جلود خشنة ولاش ماهيش لغته أنا أعرف هذا أنت قريب من الرجل سياسيا وقريب أيضا بسيفتك الأخرى اللي ما ندخلوش فاهم ما نحكيوش عليها هل صار اتصال به لي فهم هل أنه هذه الرسالة صادرة عنه أم لا يعني ما تمش الاتصال به ولكن أنا شفت الرسالة متداولة من خلال حدثي السياسي من خلال معرفتي بلغة الرجل بالاستنتاج البسيط حتى أنتم كصحفي نجموا تقارنوا بين الرسائل والنصوص اللي كتب فيها الأستاذ راشد الغنوشي وما نسب إليها أنا شخصيا أشكك فيها والتقديري سيصدر في القريب العاج ربما تكذيب لهذه الرسالة أرسلت إلى الكتاب العامين بالتسريبات داخلية مش معناها التسريبات داخلية تداول داخلية فمشكون ربما أرسلها لكتاب عامين كما أرسلها لجهات أخرى ولكن تبقى رسالة داخلية المعلومة تقول أن الراجد الغنوشي طالب أرسالها إلى الكتاب العامين تمر عبر القنوات الرسمية فوصلت إلى الكتاب العامين مش حجة وصلت إلى الكتاب العامين كما وصلت إلى الإعضاء وصلتني أنا شخصيا بقنوات التفافية من هنا وهناك وهذا لخليني نشك في نسبة هذه الرسالة رسالة رسالة راشد الغنوشي تندد بمحتواها تعتبر أنه محتواها خطير لا تندد بشيء افتراضي لكن تقديري لا لا خليني أنت تقول بناء على أنها بحسب رأيك لا يمكن أن تكون صادر عن راشد الغنوشي إذا تعتبر مضمونها شنو تعتبر مضمونها مختلط فيه وعليه شنو لي فيه شنو لي عليه فيه أشياء تتعلق بالجدل السياسي عادي جدا فيه نقاش فيه رد على بعض الأطروحات التي وردت في الرسالة وفيه لغة تقديري ما هيش لغة معهودة من طرف الأستاذ راشد الغنوشي لأنه مجردش العادة أن الزعيم يتحدث على نفسه وانا يقول الزعيم وهذا كعليش لا أشكك فيها يعني ولذلك ربما بعض الأشخاص بعض الجهات التي كتبت هذا الرسالة هذا أمر احتمال وارد ولذلك لا أشكك في شيء افتراضي داحة تقع لذلك نتأكد من الرسالة وقتها رد رد رسم ثم ديمقراطية الأحزاب فالتداول المعروف فيها يتحقق بالتجهد الدوري وعدمه كذا كذا ويقول رهو الزعامة في الأحزاب الديمقراطية وليس الرؤساء فهم الاستثناء منها القاعدة ومو تداول يعني مبدأ التداول السياسي في النهضة ما تروح لنقاش ومش جديد من مدة احنا الآن تخلنا في الزمن السياسي المؤتمر فهم تقديرات سياسية مختلفة فهم التقدير سياسي يقول لك علوية القانون أولوية الفصل 31 وبالتالي يجب أن نشيه للتداول القيادي مدامه فهم التزام قانوني وفهم رأي آخر يقول لك فهم التقديرات سياسية تتعلق بالوضع الوطني بالوضع الاقليمي بالمصالح الراجحة والمرجوحة يقول لك ربما فيه تمشي آخر فيه ليطرح معناها لثنائية الرئيس الزعيم فيه ليطرح ربما تعديل هذا القانون ثم مقاربات سياسية مختلفة الوضع الطبيعي أن تناقش هذه المقاربات داخل لجان المؤتمر عندنا لجنة مضمونية فيها تقريب كل الأراء كل الأطرحات موجودة وأنا كما ذكرت متوقع جدا مش يثار مثل هذا النقاش ومازال سيثار لأن دخلنا في الزمن السياسي المؤتمر وتقديري هذا مظهر مظاهر الديناميكية السياسية داخل حركة النهضة دليل أن حركة النهضة فعلا بخير وعافية فيها نقاش فيها حوار داخلي وحوار جدي بين القيادات وبين أعضاء الحزب تعتبرج لغنوشي من تينة الجلود الخشينة؟ ماهيش لغتي هذا هو مصطلح أجنبي أصلا هذا مترجم المصطلح هذاك عليش قلت لك شككت في نسبة هذه الرسالة ما فمش زعماء معناها مجردين بإطلاق نجم تقول فم مواصفات إطلاقية وكونية للزعماء كل زعيم عنده مواصفاته فم زعماء عندهم جلود خشينة وفم اللي ما عندهم جلود خشينة كبقية البشر هم أبناء آدم وحوى معنا يسري عليه ما يسري على الآخرين عندهم مميزات إضافية تدرس حتى في علم الاجتماع ما يسبب الكاريزما السياسية اللي يقرأ شوي نصوص ماكس فيبر واللي كتبوا معناها من علماء الاجتماع والسياسي فما بعض مواصفات قد ينظروا لها الناس أن خارق ولكم في نهاية المطاف هم بشر كبقية البشر لكن عندهم مميزات عندهم مواصفات سياسية لو تكون هذه الرسالة صادرة عن رشد الغنوشي تعتبر خطأ إذا كان هي منسوبة لستاذ رشد الغنوشي ففيها وعليها من بين هذا الحديث على الزعماء وأن جلوده مخشنة نتصور ما هيش لغته وما نتصورش أن معناها النجم ننسبها لي بصورة دقيقة الوضع والمؤتمر الآن لحركة النهضة بناء على الرسالة هل مقبلة حركة النهضة على الانقسام؟ لا مبشركم بحاولنا نشوف شوي الإخوة العالمية المنزعجين نطمنكم رهي لباس بالعكس بحاولنا تنجبوا ترقدوا برتاحين الليلة بحاولنا تتمنوا على مستقبل البلاد ومستقبل النهضة أنا قلت هذا بظهر بظهر الحيوية والديمقراطية داخل حزب حركة النهضة والأصف لا شيء مثل هذا النقاش يدور فيه كل الأحزاب السياسية نقرأ لك عبد الحميد جلاسي النهضة يحكم فيها متنفذين تعمدوا تأجير مؤتمر الحركة المؤسساتة تحكم حركة النهضة اليوم غير شرعية واحدة منها الأراء واحد من الأراء المهمة لواحد من الذين كانوا من أقرب الناس راشل غنوشي وفي ديارة القرار داخل حركة النهضة اليوم الحزب اللي ما يحترمش تعهوداته وما يحترمش قوانينه والداخلية هو خطر على الديمقراطية هذا واحد منكم ليس الأصدقاء الأعلمين المنزعجين هذا واحد منزعج وقبله كان يفهمه مئة مئة منزعجين هو رأي من بين أراء أخرى مع الألمس السيد عبد الحميد جلاسي مع كل احترام والتقدير صديقنا وأخونا لكن هو غادر لم يعد في حركة النهضة أن يعلق على حركة النهضة لكن تقديري فمن نقاش داخلي مثل التوقيت المؤتمر رح نقول دخلنا في زمن السياسي المؤتمر ومن يقدر توقيت انعقاد المؤتمر هي اللي جاء جارات العادة معناها اللجنة مضمونية ولجنة أعداد مادي وأدبي هي التي ستحدد التوقيت على وجه الدقة وربما فمن ظروف استثنائية التي تحدثنا عليها الأصفل الشيارة وكان ينعقد المؤتمر مع موفى هذه السنة مع ظاهرة كورونا ومعناها التعسر النقاش الداخلي يتعسر حتى الاجتماعات الموسعة وربما يتأجر بعض الوقت وهذا موضع نقاش داخل لجنة المؤتمر إذا كان يقول مؤتمر سيد نفسه فهي اللجنة سيدة نفسه هي التي ستحدد على وجه الدقة موقيت انعقاد المؤتمر رفيق عبد السلام قيادي في حركة النهضة أنت ترى سيادتك أنه في الوضع الحالي في وضع الحركة ووضع البلاد النهضة أنا رأيي النهضة في حاجة والبلاد في حاجة لدور رشد الغنوشي لكن أين يكون موقع رشد الغنوشي هنا الاختلاف أو هنا التقدير السياسي وفعلا فما تقديرات سياسية مختلفة في الحزب فما ليشوف أولوية التداول معناه بالتالي بيجي رئيس آخر للحزب في إطار سنة التداول فما ليشوف معناه التمييز بين الزعيم وبين الرئيس أنه زعيم الحزب عنده موقع وعنده صلاحيات معينة ولكن رئيسة الحزب تنتقل إلى شخصية أخرى فما ليقول مفمش مأمن في ظل الأوضاع الاستثنائية والتقلبات السياسية التي تمر بها البلاد في حاجة إلى توازن سياسي وفي حاجة إلى شخصية وازنة مثل أستاذ رشد الغنوشي ذلك عليش قلت المدخل السياسي ليس قانوني القانون هو ترجمة للتقديرات السياسية وعند تقديرات السياسية مختلفة هو ترجمة للمؤتمر العاشر ترجمة المؤتمر العاشر ونص بعد نقاش مستفيد وعركة كبيرة نذكرها نذكرها العركة الكبيرة وفارد شارت فيها ببيع وشاريا نعطيه كسلاحية تيديون ونعملو كان دور تيمبرك وصار نقاش معمق جدا وانتهى إلى الفصل فما نقاش ديمقراطي وما زال مطروح الرأي هذا التعبير علي أنت موجود ويبدو أنت حريص على هذا الفصل وفعلا فما لي مش هم حريص لي واختي ننخرب في حركة النهضة ونحب نوصل إلى مركز قيادي نفس القيادات حريص على أن أحزاب البلاد تكون أحزاب ديمقراطي ونحن حريصين أن نكون حزب ديمقراطي ونحن فعلا حزب ديمقراطي رغم كل شيء النهضة ماش حزب تاع رو ذاك الشيخ والمريدين كثير من الأشياء التي كان يريده للأساد راشد الغنوشي وما مشاتش لأن فعلا النهضة فيها مؤسسات بيتم معنى الكلمة فيها مكتب تنفيذي جدي فيها مجلس شورى فيها مؤسسات تعديلية ماهوش القرار السياسي قرار فردي كما الكثير من الأحزاب تسألتك على رأيك رأيك شخصي هل أنه اليوم من مصلحة حركة النهضة أن يواصل رئيس رجل غنوشي إلى دورة أخرى هذا موضوع نقاش رأيي أنا قلت وعبرت عليه أنت تعرف كان عندنا مبادرة منها مجموعة الوحدة والتغيير وعبرنا عن رأي هذا كيف نحدث التوازن المطلوب بين موقع الزعيم وموقع الرئيس ورأيي من بين آراء أخرى موجودة في الحزب لكن ما هوش رأيي أنا هو المحدد رأيي من بين آراء أخرى المحدد فيها شنوى هو الآليات الديمقراطية سنذهب للمؤتمر وسيناقش هذا أنا عضو في اللجنة المضمونية منتخب في اللجنة المضمونية وعبرت واسوع عبر على رأيي بكامل الوضوح وبكامل أريحية يعني أنا مانيش دخيل على الحزب رأيي معروف في الجنب هذا ومثلا ما عنديش علاقة بالاعتبارات الشخصية والاعتبارات الذاتية المسألة تتعلق بتقدير موضوعي للمعطيات السياسة أول حاجة يتعلمها يجب أن يتجرد من الاعتبارات الذاتية مثل الطبيب ليشخص المرض يقول فينا المصلحة تجرد من كل الاعتبارات الشخصية وذريدة وكل الاعتبارات الأول حاجة يتعلمها يجب أن يتجرد من الاعتبارات الذاتية العائلية والشخصية والعلاقات يقدر المصلحة الموضوعية لأن السياسة موزين القوى تقدير المصالح ولو أمر كذلك هي تقدير المصالح والمفاسد العائلة في مكان هذاك وقت نبدأه في العائلة هذاك شيء آخر داخل البيت خارج البيت هي public sphere هذا مجال عام مجال عام يخضع للتقدير العقلاني والموضوع للمعطيات السياسية البيت يدخل فيها جانب المشاعر المعطيات الذاتية بالنسبة لي كراشد الغنوشي مكانه يجب أن يكون محفوظا ولكن ليس في التنفيذ رو مش أنا مش نحفظه مكانه رو الغنوشي مش أنا مش نحفظه مكانه ولا زيد ولا عمر وهو كذلك تعتبره زعيم وهو كذلك وزعيم مش أنا هنحدد من هو زعيم ولا شخصية وازلة هو شخصية سياسية تحب تدخل به تعبيرات مختلفة تحب تتسميه زعيم تحب به شيء حسب المجال إذا مش تتحدثه في الشأن الديني تنجم تقوله شيء لكن تتحدثه في مجال السياسة في مجال السياسة شخصية سياسية اكتسبت غبرة اكتسبت تجربة كان موقع أساسي في حماية الاستقرار السياسي وفي بناء التجربة الديمقراطية في تونس ويحظى بقدر من الاعتراف ومن المشروعية ومن التقدير والاحترام على المستوى الداخلي والخارجي مع أنه ما فم الشخصية سياسية مبرأة من التجاذبات السياسية كل الشخصيات السياسية معناها هي محل تجاذبات وقيل وقال ونحن في تونس ربما عندنا شيء من الجحود قل وندرنا شخصية سياسية تم الاعتراف به تلقى حتى الكبار الشخصيات كما بالقاسم الشاب وكما الخضرحسين كما الثعالبي شخصية كما الثعالبي زعيم كبير قال اعتراف خارج تونس أكثر بللقاه داخل تونس ما حب نقول معناه كل الشخصيات السياسية شخصيات جدالية لابد أن يحاولها تجاذب لكن هو شخصية نعم شتي الموقع النجم يكون فيه رجل غنوش رفيقها ينجم يكون فيه مواقع كثيرة ينجم يكون رئيس الحزب إذا الحزب قدر أنه فم مصلحة راجحة وتقبل بذلك كما ينجم أنتما وفرتولوا إتار رسالة الماء تحاول توفر له إتار أو توعدوا بإتار توعدوا بإتار إتار يحفظ مقامه كما يمكن نعبر عليه وأنتما زادة وانت زادة في رسالة سابقة أو في نص سابق أيضا وفرتوا هذا المكان شنو هو شوف أنا عبرت فوق الرئاسة شوف احنا عبرنا على موقفنا موضوع هذا نقطة بين نقاط أخرى باكتش فما أسئلة رئيسي لابد أن يطرح الحزب تتعلق بالقضايا الوطنية السياسيين والأحزاب السياسية إذا ما يعدلوا الساعة السياسية متاعهم على الأولويات الوطنية شنو مشكلة التوانسة اليوم مشكلة التوانسة اليوم مش قضية رسالة راشد الغنوش مش هذه القضية هذه نقاش داخلي قد تكون أولوية داخل الحزب لكن الأولوية الأساسية الأولية الوطنية كيفش نحلو مشكل التوانسة أحنا كأحزاب سياسية شنو تشخيصنا للوضع في تونس أنت أول سؤال بديت ويعطيك صح بديت بسؤال اقتصادي اجتماعي لأن هذه الأولوية الوطنية الآن متاع التوانسة الأولوية متاع التوانسة الآن كيف يدخل المرشي كان يقضي ما نعرف شنا بعشينا الفرنك يقولك تقول نقضي بحد 30 و40 الفرنك ما تعملي حد شي كيفش نجاوبوا على السؤال هذا كيفش نحسنوا القدرة الشرائية المواطنين كيفش نحسنوا التعليم كيفش نحسنوا الصحة كيفش نحسنوا الخدمات كيفش ننهضوا بتونس احنا عملنا النهضة مش من أجل النهضوين احنا اسمنا النهضة لأصل لشي نكونوا اسم على مسمى كيف ننهض بتونس كيف نتقدم بتونس هذه الأسئلة الرئيسية رفيق عبد السلام إذن تقول نفس كلام بين مخاطر التمديد وفرص تداول رسالة المئة أن حركة النهضة في السنوات الأخيرة أو غلط في التكتيك هو ما فمش حزب ما يعملش التكتيك أو غلط في التكتيك مع الأوضاع الاستثنائية وهذه مشكلة من المشاكل بما في ذلك تخص حركة النهضة استغرقنا في شأن السياسي اليومي البعد الاستراتيجي اللي اذكرت عنيه التكتيك هو جوز من العمل السياسي لكن التكتيك إذا كان كل شيء يبدأ تكتيك يبدأ معناه سياسي التقلبات سياسية أحمي هذه التجربة بكل الآليات والأسليب السياسية المشروعة طبعا لكن الآن حان الوقت أنا مفكروا في مدى المتوسط والمدى البعيد قاعدين مفكروا كان في المدى القريب فقط كيفاش نحلوا المشاكل المتفجرة كأننا إطائيين متاح حرق كل مرة تواجهنا أزمة من الأزمة السياسية أي أزمة فراغ سياسي بعد وفاة سيل باج يالله يرحمه مسجد التغيير حكومة يوسف الشاهد بعد كيفاش نحلوا مشكلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد كيفاش نحلوا معناها المشكلة في الشيء متعين لحكومة تأسير شيء كيفاش قبلها حكومة سيل فخفاخ فأحنا السياسيين قاعدين نطفيه في الحرائق حان الوقت أن نفكروا في الملفات والقضايا ذات الطابعة الاستراتيجية لتعلق بالقضايا والملفات الوطنية ذات الأولوية بدرجة أولى شكول من أصدقائك المقربين صحح على العريضة انت المياه كل اللي صح هو أصدقائي كلهم أصدقائي ما عندك بربما صديق مقرب جدا كلهم كلهم أصدقائي ما سمي ولا تسمي كلهم سمي كأي شخص نقولك هذا صديق لا خليني مع أصدقائك فام أصدقائك ما من أصدقائك المقربين وكأنه تعبير عليك لا ما فامش واحد البشر ما همش أنه سخ كربونية ما هوش كربونية ولا واحد يعبر شخص آخر أنت حتى في عائلتك أخوك ما عبرش عليك التعبير الوفي لكن كنا أول شي تربطنا على قاتود في حركة ناط حتى كيف نختلف ونختلف في إطار أدب الأخوة وأدب الاحترام وعندنا تقاليد مؤسسة تيرا ومش المرة الأولى ربما أنتم الآن النهضة أصبحت صفحة مفتوحة في بيت حاجة الجبية قبل في أوضاعها سرية ما كانش تظهروا ولكن حتى وقلو كنا في المهجر أنا عشت قاعد يولي حزب عادي والناس تتصور راشد الغنوشي اللي يراه هو الزعيم الملهم اللي ينتخب تسعة و تسعين ما هو شو صحيح في مؤتمر خمسة وتسعين أنا بدايت في المرحلة الشبابية في مرحلة المهجر وانتوخي بها راشد الغنوشي وستاذا راشد الغنوشي واثنين وخمسين في المية أغلبية الانتخابات بين ستين و سبعين في المية ما عناش انتخابات تسعة و تسعين في المية شو معناها هذا معناها ما عندناش الشخصية اللي هي مطلقة والانتخابات الشكلية اللي يجيب تسعة و تسعين في المية ما هو شو هذا راشد الغنوشي عندك لوم على قائمة المية عندك لوم في شيء في رسالتهم إذا عندي لوم هو في المقاربة السياسية معناها أنا كتبت نص في طار بجموعة ولكن في طار مقاربة شمولية باكتش يعني موضوع التداول هو نقطة بين نقاط أخرى قلت فيما قضايا منافات ذات أولوية في الحزب و على المستوى الوطني تتعلق بالتمشي الأساسي معارجة المشكلات الوطنية كيف نعارج مشكلة التونسيين والتونسيات هذا هو السؤال الرئيسي يجب أن يجاوب عليه لحزاب السياسية كما قلت يجب أن يعدلوا ساعاتهم السياسية على الأولوية الوطنية كيف نطور أوضاع الحزب على مستوى الأفكار على مستوى المضامين احنا في المؤتمر العاشر تقدمنا خطوات مهمة لكن اللي ترجم منها القليل ما زال الحدنان فما قاب فما مسافة بينما أعلنها من مضامين وبينما نمارسوه واقعا بحكم الصعوبات بحكم التوازنات السياسية الداخلية دونك شنية لومك لومك تركيز فقط على مسألة الفاس 31 لومي أنه مفترض تكون مقاربة شمولية في طار تمشي عام في مختلف القضايا أو الملفات الأساسية من بين فيما يتعلق بتطوير الحزب فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الانتخابية للحزب كيف أن نفتحها الشباب كيف أن نفتحها النساء كيف أن نعالج المشكلات الوطنية كيف أن نطور الأداء السياسي والخط السياسي للحزب في تحالفاته السياسية في علاقاته كيف أن نواجه الموجة الجديدة موجة شعبوية صاعدة في العرب في ذلك في الإقليم هذه اللي شعارها الشعب يريد وحده كدو يعرف ما يريد كنت نجم صح عليها الرسالة هذه؟ لا صعب ما كانش من يمنعني أنا نصح عليها ولكن ما نسجمتش مع التمشي هذا مع كل الاحترام والتقدير إخوة وأصدقاء وإحنا في حزب واحد لكن ربما لو كان نصح نصح على مقاربة أخرى غير هذه أنت في منزلة بين المنزلتين لست في خط رجل غنوشي ومجموعته لست في خط من وقع على هذه الرسالة وهم خطوط ومبيدهم مش خط واحد أنت في طرح آخر شكرا معك يعني أنا أشعري والتقاليد التونسية أشعرية يعني ما تعرف الأشعر وما أصلا معتزلي ولكن بعد جابوا نظريت الشي اسم هذا المنزلة بين المنزلتين يعني أنا عندي ربما مقاربة تختلف على هذا التمشي مع احترام والود القضية الأساسية هو كيف تذهب النهضة للمؤتمر القادم بتوافق بتوافق داخلي ونخرج من المؤتمر بتوافق هذه القضية الأساسية إذا أحنا المنهج الرئيسي اللي عرفت به النهضة ومنهج التوافق الوطني اتفقنا مع سلباجي الله يرحمه اتفقنا مع نيدا تونس رغم كل الاختلافات فاحنا مليش عاجزين بش نعملوا توافقات داخلية عنا من التقاليد ومن المؤسسات ومن الأعراف السياسية اللي تسمحنا بش نبنوا توافقات داخلية ونذهب للمؤتمر موحدين ونخرج ونحن أقوى مما عليه نشوف رايح حركة النهضة يعني اللعب في حركة النهضة عبارة اللعب بالأمن الوطني لأن شنو المرتكزات ونجم يقول النهضة إذا كان ما هيش فاعل الرئيسي فها فاعل من بين الفاعلين الرئيسين هي من لعب الأمن الوطني مبالغة اي لا فيها لأن نظام السياسي عليش قائم قائم على الحزاب السياسي انهار نيدا تونس ولذلك اهتز انهار الحزب الجمهوري انهار الجبل الشعبية ولكن نيدا تونس وضعه يختلف نيدا تونس وقت لانهار وضع نيدا تونس أثر على كل مشاهد السياسي وجزء من الأزمات السياسية لوجهتها تونس بسبب الأزمات الداخلية اللي وجهتني ذا تونس وهذه تجربة ماش باي مازمش نكروها ولذلك أنا نقول البعض يتمنى انهيار حركة النهضة ربما لي فيه فوس ومرض ربما الناس اللي فيه فوس ومرض الناس الغيرين على تونس ماذا بيهم تكون النهضة في أحسن وضع لأنه سلامة حركة النهضة هي سلامة التمشي السياسي وسلامة المشهد السياسي التونسي وأنا نتصورك أنت واحد منهم أيضا ما نجاوبكش لهنا ما عنديش الحق في الإجابة خطر كنت نجم نجاوبك نعم أحاول أن أتحلى بأقصى قدر من الموضوعي وليس على خطر كنت متحيات بش موجود رفيق عبد السلام خيدي في حركة النهضة سؤال أخير هو هل أنه هناك شخصية قادرة على خلافة رجل غنوشي في النهضة اليوم دائما ما فمش شخصية نادرة يعني النهضة فيها فريقيات أنت هو فريق بين الجنرالات ربما احنا مشكلتنا في النهضة لدي كثرة الجنرالات يجب أن نوسع الجنود أكثر من الجنرالات النهضة فيها صف قيادي موسع لكن مثلا تتعلق بالتقدير السياسي هل الآن فم مصرحة هل الآن فم مصرحة فيها برشة زعمة فيها برشة زعمة وكذلك فيها برشة زعمة لكن ربما أستاذ رشد الغنوشي تقدم قليلا على بقية الزعمة لها أسباب تاريخية وأسباب سياسية ما فمش واحد يولد وهو زعيم جي ظروف أسباب سياسية ترشح بش يكون زعيم فحركة النهضة فيها فريق قيادي ولكن السؤال الرئيسي هل النهضة ما زالك تحتاج الأستاذ رشد الغنوشي أم لا هذا هو السؤال يازم نجاوب عليه في المتابعة نجاوب عليه أنت أنا نجاوب عليه ما زالنا نحتاجه ولكن في أي موقع هذا أيضا يحتاج مزيد من التفصيل ليس في موقع رئيسة نجم يكون في رئيسة شنو التقس اليوم والله يتنجم تبلم تركي ما تنجم ما تبش أنا جاوبتك جاوب واضح جاوبتك واضح حسما سأتعلق بالتقدير السياسي وربما من المصلحة السياسية أنه الأستاذ رشد الغنوشي يكون في موقع متقدم لكن هل سيأخذ صيفة الرئيس أم الزعيم هذا اللي قد تخاعدين تناقشوا فيه ولكن فما ما يشبه الإجماع داخل النهضة بما في ذلك فريق المياه أنه الأستاذ رشد الغنوشي ما زال عنده موقع في حركة النهضة وفي المشهد السياسي الوطني وفي المواقع الرسمية للدولة هو أصلا موجود في رئيس البرلماء شكرا جزيلا رفقه عبد السلام بارك الله فيك شكرا كن ضايفنا في ميديشو